السلام عليكم ورحمة الله وطلابنا الأحباء هنكمل مع بعض النهاردة ان شاء الله حل الكتاب الامتحان هنحل تدريبات درس اكتران جواب الشرط بالفاء يلا بينا نبدأ بسم الله هنا سين واحد بنقول نركز كده مع بعض يا جماعة من البداية ميز نوع الفاء التي فوق الخط في الأمثلة التالية قال تعالى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا طيب أنا عايز أحدد هنا نوع الفاء بص يا سيدي الفاء هي صبقت بإيه؟ بنهي لا تنازعوا صبقت بإيه؟ بنهي حلو جدا يبقى أنا عندي كده الفاء دي صبقت بطلب والفاء التي تسبق بطلب اللي هي فإس سببي رقم اتنين قال صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأح سنة إليهن كنا له سترا من الناري قالك إيه من يلي؟ بص يا سيدي أنا عندي من دي أداد شرط اوعى تقول إن الفاء دي هي الفاء الموجودة في الجواب فتكون فاء الجزاء لا حدد الأول فين جواب الشرط ده من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن نتيجة ذلك إيه؟ كنا له سترا يبقى كنا له سترا هي جواب الشرط مش فأحسن إليهن يبقى أنا عندي الفاء دي مش فاء الجزاء تمام وهنا يا جماعة أنا بقول فاء السببية لم تسبق بيه طلب مفيش قبلها حاجة من حاجات فاء السببية أو تدل إن دي فاء السببية طيب فاء الاستئناف فاء الاستئناف دي تلاقي عندك فصلة كده وجاي بعدها فاء وكأنه بيكمل الكلام يبقى دي فاء العطف يعني أنا بقول اللي يجيلوا بنات وبعدين يحسن إليهن فبالتالي عندي هنا في ترتيب البنات جوم الأول وبعدين هو أحسن إليهن فكان نتيجة ذلك أنهن كنا له سترا من الناري تلاتة قال الشاعر إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه قالك إذا إذا دي أدت شرط وعندك فليس ده جواب الشرط لأن ده هو النتيجة آه ده جواب الإيه؟ ده جواب الشرط يبقى الفاء اللي موجودة دي اسمها فاء الجزاء أو فاء الجواب أربع خلق الله سبحانه الإنسان من طين وأبدعه في أحسن تقويم فتبارك دي لسه يقول لك أنهي فاء إيه؟ فاء الاستئناف فاصلة إيه؟ وفاء الجاية بعدها طبعا دي مش فاء الجزاء لأن ده مش جواب الشرط ولا دي فاء السببية لم تسبق بنافية أو طلب ولا هي فاء العطف يبقى فاء الاستئناف رقم خمسة هنا بنقول من أساء الوسيلة فقد ضل السبيل إلى الغي من دي أداة الشرط؟ أساء الوسيلة دي جملة الشرط فقد ضل الفاء هنا موجودة في الجواب لأن الجواب هنا بادئ بقد يبقى ده اسمه جواب الشرط يبقى الفاء الموجودة فاء الجواب أو فاء الجزاء سينة اتنين حدد جواب الشرط في الأمثلة التالية ومن يطيع الله والرسول فأولئك من دي أداة الشرط؟ يطيع الله والرسول دي جملة الشرط طب اللي بيطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله نتيجة ذلك إيه؟ أولئك مع الذين أنا عم الله عليه يبقى الفاء دي موجودة في الجواب وحتى هي موجودة في الجواب لأن الجواب هنا جملة اسمية أهو أولئك اسم شرط يبقى وهنا جواب الشرط هيكون أولئك مع الذين أنا عم الله عليه اتنين قال صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إيه؟ ففعلوا يبقى أنا عندي إن دي أداة الشرط؟ جملة الشرط استطعتم طب إن استطعتم ألا تغلبوا اسأل نفسك إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس فإيه؟ ففعلوا يبا ده هو جواب الشرط ده هو النتيجة يبا ففعل ثلاثة قال الشاعر فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوبه إن دي أداة الشرط تمام إن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت فقد عادت فبالتالي أنا بقول إن تكن الأيام أحسن مرة إلي نتيجة ذلك إيه فقد عادت لهن ذنوبه يبقى أنا عندي الفاء دي موجودة في الجواب حتى الفاء موجودة في الجواب لأنه عندي هنا قد فالفاء لازم تكون موجودة في جواب الشرط وناخد الكلام ده يبقى فقد عادت لهن ذنوبهم رقم أوسين ثلاثة ميز فيما يلي سبب اقتران جواب الشرط بالفاء عايز سبب وجود أو إن جواب الشرط فيه الفاء قال تعالى فإن استجبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون هو عايز إيه سبب اقتران جواب الشرط بالفاء قال لك إن إن دي أدت شرط إيه حلو جدا طيب إن استجبروا فالذين عند ربك ما لهم بقى إن استجبروا دي جملة الشرط دي جملة الشرط فالذين الفاء هنا هي الفاء بتاعة الجواب بتاعة الشرط فكده ده جواب الشرط طب جواب الشرط هنا مقترن بالفاء ليه لأن الذين دي اسم إذن دي جملة اسمية يبقى أقول له جملة اسمية مثبتة يبقى جواب الشرط مقترن بالفاء لأن دي جملة اسمية مثبتة اتنين قال تعالى ومن يعتصم بالله من دي أدت الشرط يعتصم دي جملة الشرط من يعتصم بالله فقده دي يبقى ده جواب الشرط جواب الشرط هنا بدايته قد بدايته ايه قد فبالتالي اقترنا الجواب بالفاء قلنا فقد طيب يبقى هنا الجواب مقترن بالفاء ليه لأن دي جملة فعلية مسبوقة بقد قال صلى الله عليه وسلم فأي يوم رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي طيب بصوا يا جماعة دي أدت الشرط ايه ودي جملة الشرط طيب فين بقى جملة الجواب اللي تدركه الصلاة يعني ايه يصلي يبقى ده جواب الشرط طيب هو هنا جواب الشرط ده فيه الفاء ليه جواب الشرط ده فيه الفاء ليه انا بقول ليه يصليه يبقى اللام دي مكسورة يبقى اللام دي لام الأمر يبقى هنا لازم الجواب يكترن بالفاء لأن كده الجواب جملة طلبية طلبية فيها أمر هاي يبقى دي جملة طلبية فيها أمر يبقى أقول له لأنها جملة فعلية طلبية اللي هو أمر طبعا مش ناهي مش فعل جامد مش استفهار قال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا من دي أداة الشرد حمل علينا السلاح دي جملة الشرد نتيجة ذلك إيه ليس منا دي جملة جواب الشرد طيب ليس ده فعل جامد يبقى لازم الجواب يكترم بالفاء يبقى الجواب مكترم بالفاء لأنها جملة فعلية فعلها جامد قال الشاعر إذا كانت النعمة تكدر بالأذى فما هي إلا محنة وعذابه إذا دي أداة الشرد كانت النعمة دي جملة الشرد كانت النعمة تكدر بالأذى فما هي ما هي إلا محنة وعذابه فما هي إلا محنة وعذابه دي جملة جواب الشرد طيب ليه الفاء موجودة في الجواب جملة اسمية مثبتة هنا مانا فيها يبقى الزيت وقالي مثبت جملة فعلية منفية هي جاي بعدها اسمي يبقى ازاي جملة فعلية جملة اسمية منفية ايو جملة فعلية طلبية لا ما عنديش هنا طلب طيب السؤال رقم 6 هنا بنقول قال الشاعر ان ملكة النفوسة فبغي رضاها انا عندي ان دي هي اداة الشرط كويس جدا ان دي هي اداة الشرط فين جملة الشرط ملكة النفوسة طيب ان ملكة النفوسة ايه ابغي رضاها يبقى أنا عندي بغي ريضها دي هي جملة جواب الشرط يبقى أنا عندي يبغي ده فعل أمر إذن الأمر ده خلاص لازم الجواب يكترم بالفاء يبقى الجواب هنا مكترم بالفاء جملة يسميها من فيها لأ مثبتة لأ جملة فعلية طلابية لأن هي بدأ بفعل أمر سبعة بنقول إيه متى تقصر في أداء عملك فلا تلومن إلا نفسه متى دي أداء الشرط تقصر في أداء عملك دي جملة الشرط متى تقصر في أداء عملك نتيجة ذلك إيه لا تلومن إلا دي أداء نهي يبقى الجواب مكترم هنا بالفاء لأن دي جملة تمام طلابية جملة فعلية طلابية لأن طبعا نهي أيان تمدد يدك بمساعدة الفقراء فستظفر بمحبتهم أيان دي أداء الشرط تمدد يدك دي جملة الشرط نتيجة ذلك إيه ستظفر ستظفر يبقى الفاء موجودة هنا في الجواب لأن السين تمام موجودة في جواب الشرط يبقى الفاء هنا موجودة لأن السين موجودة يبقى هي جملة فعلية مسبوقة بالتسوير سبب وجود الفاء إنها جملة فعلية مسبوقة بالتسوير سين أربعة املأ الفراغ في الجمل التالية بجواب شرط مناسب متى تعتمد على قوتك؟ متى دي أداء شرط؟ حلو متى دي أداء شرط؟ شرط طيب متى تعتمد على قوتك؟ نتيجة ذلك إيه؟ نتيجة ذلك إنك ستحظى خطأ هنا عندي السين موجودة في جواب الشرط فلازم الفاء تكون موجودة يعني المفروض أقول فستحظى مثلا أو ستخطئ لو هي تخطئ هي مكتوبة تخطئ؟ أيوة تخطئ يبقى أول فستخطئ المهم إن الجواب فيه الفاء هنا الجواب ما فيهوش الفاء يبقى خطأ برضو دي لازم الجواب يبقى فيه الفاء لأن بدايتها لن طيب هنا قال لي سوف خطأ لازم الجواب يبقى فيه الفاء يبقى دي الوحيدة اللي صح لأن عندي لن والجواب هنا فيه الفاء رقم اتنين إن يعدل القاضي إن دي أداء الشرط؟ يعدل القاضي دي جملة الشرط طيب جملة الجواب لو بدايتها ليس يبقى لازم يكون فيه الفاء طيب يبقى كده ده خطأ هنا بنقول لن برضو خطأ لأن طالما عندي لن يبقى لازم الجواب يكون فيه الفاء عندي دي جملة من فيه بما إيه؟ تمام؟ يبقى أنا عندي الجواب موجود فيه الفاء لأن فيه هنا ما يبقى الجملة دي كده صح رقم ثلاثة بنقول من يستشرك؟ من دي أداء الشرط؟ يستشرك دي جملة الشرط أشر أشر ده فعل أمر يعني الجواب كده جملة طلابية فيها الفاء أو فيها الفاء يبقى ده صح هنا عندي هل كان لازم أحط الفاء لا تبخل ده ناهي كان لازم أحط الفاء إن صح ده أمر كان لازم أحط الفاء سين خمسة ميز التغيرات التي تحدث في الجمل التالية إذا ربط بين كل اثنين منها بأداء شرط جزمة يعني لو أنا حطيت أداء شرط جزمة إلا يحصل في الجمل تتعلمون بص يا سيدي تتعلمون من أخطائكم ستتقدمون للأمام متى دي أداء شرط جزمة؟ يبقى المفروض إن الفعل ده يجزم بحزف النون يبقى كده صح ستتقدمون خطأ الجواب فيه السين يبقى كان لازم أحط الفاء يبقى ده خطأ متى تتعلموا من أخطائكم فستتقدمون يبقى الجملة دي كده صحيح لأنه جزم الفعل ده بحزف النون والفعل ده كده فيه السين فلازم الفاء تكون موجودة يبقى ده كده صح هنا حزف النون ده خطأ ليه؟ لأنه عند الفعل بعد الفاء بيعرب حسب موقعه فكده مرفوع يبقى لازم النون تبقى موجودة هنا جاب السين وما جابش الفاء أصلا اتنين تصغي إلى نصح والديك لن يصيبك مكرو أيان تصغي جزم الفعل ده بحزف العلة صح لأنه فعل الشرد هنا بنقول فلن يصيبك خطأ هنا الجواب فيه لن فلازم الجواب يبقى فيه الفاء والجواب لو فيه الفاء يبقى الفعل يعرب حسب موقعه يبقى هقول يصيبك يصيبابا لأنه يبقى منصوب بعد لن قلنا الجواب لو فيه الفاء فالفعل يعرب حسب موقعه يبقى دي كده خطأ يصيبك صحيحة وتصغي صحيحة برقم باء صح هنا قال لي لن بدون الفاء قال لي لن بدون الفاء ثلاثة يزيد رزقك وسع على أهلك متى دي أدات شرد تمام المفروض أن يزيد دفعل الشرد مجزوم بالسكون وتحزف الياء لعدم التقاء ساكني فهقول متى يزد تمام رزقك وعند الجواب هنا اسمه وسع فالجواب هنا فعله أمر يبقى لازم يقترم بالفاء يبقى عندي جيم صحيحة هنا ما جابش الفاء يبقى ده خطأ هنا قال لك يا زيد ما جزمش الفاء لأصل حزفش العلم سين ستة اختر من بين البدال التالية ما يعبر عن التغيير الصحيح في الجملة التالية إذا استبدلنا أي بكل يعني أنا عايز أحزف كل وحط مكانها أي فكلمة أي اللي بعدها مجرور فإنسان دي خطأ فقول أي إنسان ينقى دي خطأ لأن المفروض أن يدفع للشرد فيجزم بحصف العلة فقول ينقى بدون علة فقول ينقى بالشكل ده أي إنسان ينقى بنفسي يعني المعاصي سوف خطأ الجواب يبقى فيه الفاء المفروض أقول فسوفا فسوفا يسمو بها صح يبقى كده رقم جيم صحيح سين سبعة ميز من بين البدائل الآتية أداة الشرد وفعلها المناسب للجواب التالي قال لك فأكرمه من يكرمك من دي أداة الشرد يكرمك ده فعل الشرد يكرمك ده فعل الشرد وفعله مدرع مجزوب يبقى دي الاختيار الصحية منفعش أقول ما يكرمك من للعاقل أي ما بيجيش بعدها فعل بيجي بعدها اسم إذا ما ينفعش لأن إذا أداة شرد غير جزمة وهنا هو طبعا جاب الجواب هنا مقترم بالفاء خلاص يبقى ما ينفعش أقول إذا يكرمونك للجمع وقول فأكرمه للمفرد يبقى دي خطأ سين تمانية قال لك سوق من العبارة التالية سلوب شرد مناسب وغير ما يلزم قو أنفسكم التخاذل والإهمال حين تسعون إلى أهدافكم من عضاء متى دي كده خطأ لأن المفروض يحزف النون دي كده خطأ تمام هنا حزف النون عشان ده فعلا المضارع مجزون بحزف النون أنا عندي كو المفروض إن ده أمر فالجواب المفروض يكترم بالفا يبقى دي كده خطأ هنا قال لي فقو يبقى ده هي الصحيحة سين تسعة ميز التغيير الذي يحدث في العبارة التالية إذا حذفت سوف أنا لما أحزف سوف هحزف معاها الفا لأن الفا موجودة عشان سوف موجودة فيرجع الفعل ده يتجزم تاني بأداة الشرط دي فيبقى اسمه يتحمسوا حزف النون فيتحمسون خطأ فيتحمسوا خطأ يتحمسوا يبقى لجابة ده الكده يا الصحيحة سين عشرة حدد التغيير الذي يطرق على الجملة التالية إذا اكترنا جواب الشرط بسوف من كان ذا عزيمة وإصرار سوف خطأ أنا لما أجيب سوف يبقى لازم الجواب يكترم بالفا قال لي هنا من كان ذا عزيمة وإصرار فسوف تمام طب حلو سوف وجاب معاه الفا صح وجاب الفعل هنا مرفوع طب انت عرفت منين انه مرفوع لانه ما حزفش العل يبقى الجملة دي كده صحيح هنا حزف العل خطأ هنا حزف العل خطأ سين حداشر صوب خطأ ما فوق الخط في الجمل التالي أن تكونون متهاونون في حقكم ستهونوا أن تكونون خطأ المفروض أقول أن تكونوا بحسف النون عشان يبقى فاعل المدارع مجزوم لأنه فاعل الشرط بحسف النون المفروض أن الكلمة دي الواو هنا هتبقى يسم كان فالكلمة دي هتبقى خبر كان فالمفروض أن أقول متهاونين وليس متهاونون لأن الخبر كان منصوب برضو المفروض أن هنا السين يبقى الجواب فيه الفاء ويكون فيه النون لأن الفعل هيرفع بقى بعده يبقى أقول تكونوا متهاونون هنا ما جاب ليش الفاء تكونوا متهاوني خطأ تكونوا متهاونين فستهونون الإجابة كده صح قال لي هنا متهاوني وفستهون خطأ كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من حل تدريبات درس اقترام جواب الشرط بالفاء يا رب نكون أفدناكم ونراكم على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته